تمكنت من تسجيل مؤشرات إيجابية ونوعية في القطاعات التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي ظهرت تلك المؤشرات في التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من العام 2022 والذي أصدرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني خطة التعافي الاقتصادي والتي تم الإعلان عنها في نهاية أكتوبر من العام 2021 في إطار ما تضمنته الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم والتي دعا فيها جلالته قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية إلى اقتراح المزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد وأيضا توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لإطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين ها هي اليوم البحرين تنجح في تسجيل مؤشرات إيجابية ونوعية في القطاعات التي استهدفتها الخطة وهو ما يؤكد بأن المملكة استعادت تعافيها وتسير بخطة ثابتة لتحقيق النتائج المرجوة من إطلاق خطة التعافي الاقتصادي بتكاتف الجميع استعرض مجلس الوزراء التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من العام 2022 والذي أظهر مستجدات تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي ونمو اقتصاد مملكة البحرين حتى الربع الثالث بنسبة 5.15% ونمو القطاع النفطي بنسبة 27% في حين سجل الاقتصاد البحريني نموا خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ 24% وسجل القطاع غير النفطي خلال الربع الثالث كذلك نموا بلغ 4.19% خطة التعافي الاقتصادي امتد أثرها لتسجل أداء متقدما ضمن تقارير ومؤشرات التنفسية العربية والعالمية عربياً حافظت مملكة البحرين على مركزها الأول في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2022 الصادر عن ماهد بازل للحوكمة وتحسن تصنيف مملكة البحرين بواقع عشر مراتب في مؤشر تريلما العالمي للطاقة 2022 الصادر عن مجلس الطاقة العالمي وأوليفر لتحتل المركز العالمي الثاني والثلاثين والذي يقيس ثلاثة أبعاد متاصلة بالطاقة وهي أمن الطاقة والتوفير العادل للطاقة والاستدامة المئية على الصعيد العالمي جاءت مملكة البحرين في المرتبة الثانية والثلاثين في تصنيف التنفسية الرقمية العالمية 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية كما صنفت مملكة البحرين كدولة ذات مستوى تنمية عال في مجال الحوكمة الإلكترونية ضمن تقرير الحكومة الإلكترونية 2022 الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة ورجاءت مملكة البحرين في المرتبة التاسعة والأربعين عالميا ضمن التصنيف العام في مؤشر تنفسية المواهب العالمي 2022 الصادر عن معهد انسياد ومؤسسة أخرى ورجهت مملكة البحرين تحديات عدة بروح الفريق الواحد وتمكنت بعزم أبنائها من تحويل التحديات إلى قصص نجاح بما يعود بالخير على الوطن والمواطنين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر